اشتركوا في القناة الحكومة الموريتانية تنشر اللايحة النهائية للمشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدد المترشحين يتقلص إلى الخمسة عشرات المدرسين بنواذيبو يحتاجون للمطالبة بتوفير قطع عرضية وتحسن ظروفهم المعيشية وفي الرياضة تتابع انتفر غزين يهوز على سنين والكونكورد يتعادل مع افسير نواذيبو في الأدوار النهائية للدور الوطني الممتاز أهلا بكم لا يزال الغموض يلف ملابسات وتفاصيل وبات السجين السلفي معروف للهيبة الذي تسلم دوه جذمانه وسط حالة من الحزن ولا ستخيم على مختلف أبناء الأسرة قناة المرابط زارت أسرة معروف للهيبة وأعدت تقرير التالي منزل أسرة معروف للهيبة السجين السلفي الذي توفي في ظروف غامضة كما تقول أسرته حزن وغصة ارتسمت على الوجوه هنا فيما أفراد أسرة وللهيبة لم يصدقوا نبأ وفات ابنهم الذي انقطع اتصالهم به منذ أشهر وسط تحمير للسلطات المسئولية التامة حول ملابسات وفاته محمدين المسئولية للسلطات محمدين هباش محمدين لها أن هذا الطفيل أنه مريض وكي قتل قبيل عن كل أن تشهد الناس كاملة ويشهد وسائل العلام أنه فاتجوا هون فاتجوا هون لطبهم ونحكمهم ومشوا وجواوا نحكم هذي ما هي مرة ولا ينتين الرجاج إذا نبتوا كان يا الله يخلي في نقر نواكشوتهم يخليهم ويتم تحت رعاية طبية هو سجين ومكفوض عليه وذا كافي يقير بعض يعود بعض يعالش إلى طرات القل الصحة ذكريات بقت عالقة في الذاكرة للشاب واللهيبة وآخر الرسائل التي أرسلها لأهله والتي تضمنت وصيته الأخيرة ما الشي لي وصية عني لا كبر عبد الرحمن عني دين علي نعطيها نعطيه الوصية أوليدو سقير حقبع فيها الشي الشعر وفيها الشي نثر وفيها الشي من الوصايا أنه مصيف فيهم أساسه على دينه وآخرته وعلى الجاره حقه أنه حسب الكتب اللي يقرأ واللي يطلع أنه الجاره حقه ما هو شي قد يؤد فيما يتحدث إخوته عن شخص ابنهم الراحل وعلاقته معهم التي يصفونها بالحميمية معروف وللهيبة ترك خلفه عبد الرحمن وفاطمة ابناه الوحيدان ليشيع جذمانه إلى مذواه الأخير في مشهد كان الحزن والأساء عنوانه العريض نشرت الحكومة الموريتانية اللايحة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر لإجراءها في 21 من شهر يونيو المقبل وذلك طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون سفر 27 واحد وتسعين الصادر بتاريخ المتضمن القانون النظام المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ووفقا للعيحة النهائية لأن ترتيب المترشحين على النحو التالي المترشح الأول رئيس الملتاني محمد ولعبد العزيز يليه بيت جلول هميد رئيس حزب الويام الديمقراطي الاجتماعي ثم لالا مريم متمولايد ريس المرأة الوحيدة المشاركة بالانتخابات ورئيس حركة إيرابيراما ولعبيدي وأخيرا رئيس حزب التحالف من أجل العدالة إبراهيم مختار صار نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمقرها في النوكشوت مؤتمرا صحبيا قدمت خلاله عرضا عن تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في موريتانيا التقرير تناول مجملة تدخلات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإطار مهامها من خلال تقديم المشورة والمناصرة وتقديم التوصيات اللازمة بغية تعزيز وترقية حقوق الإنسان بالبلد في مختلف المجالات وطالبت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ربها متعبد الودود المواطنين بالإطلاع على هذا التقرير الذي قالت أنه يقدم رؤية اللجنة حول واقع حقوق الإنسان في موريتانيا خلال سنة الماضية قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل محمد جميل المنصور إن حزبه لا يدافع عن قضاياه بوحدها ولا عن قضايا جهة بعينها وإنما يتبنى جميع قضايا المجتمع ويدافع عنها وضيفا أن ذلك يشكل أحد المبادئ الرئيسية لحزبه جاءت تصريحاته المنصور خلال حفل نظمه حزبه بن وقشوط بمناسبة إطلاق السراح رئيس المنظمة الشبابية لحزب تواصل محمد فاطل وللمختار لا يقول لكم حد أنه مع مدة ضد مدة والله مع قضية ضد قضية والله ندوره نذيره الواية من أجل إثارتها ضد النظام أبدأ نحن نفتره الله السكينة والهدوء وشي مطابق له الموريتاني ووحدتهم كاملين يا غير كاملين ما يثقل علينا إلى طالبنا بحقوق مجموعة من لون معين والله من عرق معين والله من الصيفة معينة والله من نوع معين لأن حقوقه الموريتاني كاملين لأنهم مسلمين كاملين يالتنا نطرخوها وندافع عنها إياك وحدته الموريتاني واخوته الموريتاني تنحفظ وذيك الدعايات للأسف الأنظمة تعدل الدعايات بهذه المجموعة ضد المجموعة وهذا العرق ضد العرق وذي الفيئة ضد ذي الفيئة نحن ظاهرنا عنه الموريتاني كاملين يالتهم يدافع عن حقوقهم أطلقت شبكة الصحابيات الموريتانيات دورة تكوينية لصالح أربعين صحابية موريتانية تحت عنوان الإعلام في ظل الحرية أي مستقبل للصحابة وستتناول الدورة التي تأتي بالتعاون مع المركز الثقافي المصري وبرعاية من وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان الأجناس الصحبية وطريقة إعداد البرامج الحوارية وغيرها وها نحن اليوم نشرف على انطلاقة تكويننا الخامس ضمن سلسلة تكوينات أقمناها شراكة مع المركز الثقافي العربي المصري وأكبنا من خلالها الصحابيات وهنا في بداية انطلاقتهن مع تحرير الفضاء السمعي البصري الذي انتهجته بلادنا سبيلا إلى تعزيز حرية الصحابيين وفتح البجال أمام المنافسة الشهيفة والتعافي الراقي مع الخبر والتحليل وحفظ كرامة المواطن أيها السادة والسيدات إنني أنتهز هذه البرصة اليوم يوجه تحية تقدير وإكبار إلى اللاء شققنا طريقة مهنة المتاعب بالأخلاق والمهنية حتى أجعل من أنفسهن قدوة تحتذا وأشد على أيدي الصحابيات العاملات اليوم وأطالبهن بتبني ذلاذية النجاح الأخلاق المهنية احترام الثوابت الوطنية نظم عشرات المدرسين بمدينة نواذيب وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعرات منددة بما وصفوها الأوضاع المزرية التي يعانيها المدرسون بنواذيب وطالب المحتجون السلطات الملتانية بضرورة توفير قطع أرضية وعلاوة البعد كما أكدوا على ضرورة تحسين ظروفهم المعيشية حصولنا ومنحنا واستفادتنا من القطعة الأرضية ومن أجل كذلك استفادتنا ومنحنا ملاوة البعد اللي هي حق مشروع ولهذه هي مبرر عن جميع الولايات تستفيد وتبقى مدينة نواذيبو وانتم تعرفوا الظروف مدينة نواذيبو السيب حد قال لي أحصل على الشهر أنه ينفعه قا هو معيشته قموة شاح قالها كربيها وذا الأمور الأخرى ملاوة حقيقة قضية اللي قال له البعد وقضية منح القطعة الأرضية هي قضاء مطلبية مشروعة قضاء مطلبية موضوعية قضاء مطلبية يا الله المدرس في نواذيبو نقول المدرس مدرس أيا كان المدرس لمنع نساس عن هذا المطلب هو مطلب المدرسون في نواذيبو قال الأمين العام لنقابة مسيري دكاكين أمل القيد التأسيس المصطفى والمحمد لمين أن المسيرين يطالبون بجملة من المطالب يرونها ضرورية من أجل تحقيق نجاح أكبر لبرنامج أمل وقال محمد أول محمد لمين في تصريح لقناة المرابطون أن جملة المطالب تتلخص بلا أساس في لقاء رئيس الموريتاني محمد العبد العزيز وضرورة تحويل برنامج أمل إلى وكالة وطنية لا تطابع حكومي أول هي لقاء رئيس الشمهورية اختاروا لقاء رئيس الشمهورية سيد محمد العبد العزيز لأن البرنامج يتعلق به بشرة يلقاؤه يحلل الكثير من الأمور التي مطلوبها في هذا البرنامج ثاني هذه النقطة والمطلب الثاني هو أن يتحول برنامج أمل إلى وكالة وطنية لطابع حكومي وتعود عندها الاستقلالية والنقطة الأخرى هي أن تطبق العدار الاجتماعية بين العمال حسب قانون العمل حامل شهادة عنده اعتبار والذي ما هو حامل شهادة والذي عنده مكان تمليه في البرنامج كذلك هم لإشراك هذه النقابة وهذا الشباب إشراكهما يسمى باللجنة الوزارية المكلفة بتسيير برنامج أمل لياضيا في هذه النشرة تغلب نادي تفرغ زين على نادي سنين بهدف لصفر في مباراة جمعت بينهما في إطار الأدوار النهائية من الدور الوطني الممتاز ولحساب ذات الأدوار تعادل نادي الكونكورد مع نادي أفسيين وذيبو بهدف لكل منهما لمباراة جمعت بين الناديين بالملعب الأولمبي في العاصمة نوخشو أسفرت قرعة كأسي رئيس الجمهورية عن اللقاءات التالية نادي الكدية في مواجهة نادي زمزم والكونكورد يواجه نادي أفسيين وذيبو فيما يواجه نادي صلاح الدين الكسر ويواجه الجيش نادي مودان كهيدي المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي أخيرا تم الكشف عن قرعة الدور الربع النهائي لكأس رئيس الجمهورية بعد ترقب دام أكثر من أسبوع من الجماهير الرياضية المتعطشة لمعرفة من سيواجه من حملت هذه القرعة بين طياتها خبرا غير صار لبطل الكأس في النسخة المصرمة نادي زمزم حين وضعته مع الوصيف نادي الكدية العنيد لتعيد إلى الأذهان سيناريو نهائي النسخة الماضية والذي جمع بين الفريقين زمزم يدرك مدى صعوبة المهمة والكدية يتذكر جيدا حين سرقت أحلام التتويج من بين يديه من قبل نادي زمزم من خلال هدف يتيم قضى به على أحلام أبناء الشمال وتركهم يتحصرون على ضيع اللقب واليوم الماضي القريب يعيد نفسه لكن بثوب آخر وبتشكلة جديدة لكل الفريقين زمزم في مواجهة الكدية من جديد مباراة أخرى أو نهائي آخر سبق لأوانه الكونكورد وأفسين وذيبو في مواجهة بعضهم البعض مباراة يترقبها الوسط الرياضي على أحر من الجمر أفسي يريد رد الاعتبار والكونكورد يريد كسب الرهان ومواصلة سلسلة انتصاراته في كل الجبهات سواء تعلق الأمر بالدور الوطني الممتاز أو بكأس رئيس الجمهورية عميد أندية العاصمة نادي الكسر كان أكثر حظا من غيره حين وضعته القرعة في مواجهة أضعف الفرق المتأهلة نادي صلاح الدين أما المواجهة الأخيرة فكانت رحيمة بالجيش الوطني المتعثر في الدور والمتراجع في الآوينة الأخيرة حين وضعته في مواجهة مودارن كي هيدي ولو أن الأخير أزاحم ذو أيام عن طريقه نادي تفرق زينة الذي كان من بين الفرق المؤهل لنيل البطول أربعة مواجهات إذن بعضها قوي وبعضها الآخر مصروف عن ظاهره شكلا وفي مضمونه باب المفاجأة مفتوح على مصراعيه إلى هنا مشاهدين الكرام نصل لنهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها تسليم جذمان سجين السلفي معروف للهيبة وسط حالة من الحزن تخيم على الأسرة وغياب معلومات رسمية بشأن ملابسات الوفاة الحكومة الموريتانية تنشر لايحة النهاية للمشاركين في الانتخابات الرئاسية المقبلة وعدد المترش حين يتقلص إلى الخمسة عشرات المدرسين بن واذيبو يحتاجون للمطالبة بتوفير قطع أرضية وتحسن ظروفهم المعيشية وفي الرياضة تابعتم تفرغ زين يفوز على الأسنين والكونكورد يتعادل مع أفسين واذيبو في الأدوار النهاية للدور الوطني الممتاز بإمكانكم مشاهدين الكرام تابعة بثنا الحي على موقعنا الإلكتروني المرابطون كونتفير لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة